اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اذا كانت اخدت القرض ده وفي نفس الوقت الشقة شائتها فالتصرف اللي عملته ده حلال يعني جعلت ما تملكه رهنا لما اقترضته خلاص ولكن ليس هذا من حسن العشرة يعني ده مش من حسن العشرة هذا ليس صحيحا ليه لان ليس كل مباح متاح هي مباح ليه ان ان تتصرف في زمتها المالية المستقلة صح لكن ده يعود عليها بسوق العشرة يعني ده مش من حسن العشرة ليه وانزاك انت بتقول لي دلوقتي بتقول لي ان فيه ضرر بيقع على الاسرة بان كل شوية بتقع البنك ييجو للبيت خلينا اقول لك انا مقدر ديئك من ان هي عملت حاجة من غير ما ترجعلك فيه وان البيت عبارة عن مشاركة بينكم انتو الاتنين وان هي حملت نفسها عبق كانت لابد ان هي تخططه معاك هو ده الغلط هو ده المخالفة اللي حصلت اللي هي خلفت فيها قواعد العشرة الحسنة فهي خلفت قواعد العشرة الحسنة انتو لازم تتفقوا مع بعض وخاصة لو كانت حاجة فيها عباء مالية اما ان هي اخداها للقرد ده حرام عليها بضمان الشقة لا ده تصرف من الناحية الشرعية حلال لكن اللي عملته ده جر عليها ضرر وهو عدم حسن العشرة مع زوجها فالحل هو ايه ان انت لو عايز تسألني يعني وبصدق وباخلاص ان انت تتفق معاها اني ده ما يتكررش وتدعمها مش تفضل مكدرها لاني خلاص الامر نفذ واللي حصل حصل يعني حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما السيدة عائشة كسرت الصفحة بتاعت السيدة حفصة السؤال ببساطة يعني حضرت النبي كان كل ما يشوفها الطمع يعني حشاء صلى الله عليه وسلم ما عملش كده وكان صلى الله عليه وسلم لا يكسر اللوم فتعمل انت ايه بقى انت طبعا حاسس من جوه بغيز وبغيل انا شايف ان الغيز والغيل ده مش مناسب مش هيجا اقول لها ان انت لما عملت تصرف في زمتك المالية بغير رغوع الى زوجك ده ما كانش صحيح بمقتضى حسن العشرة واجا اقول لك ان انت تفضل تكدرها ويبقى دوت من حسن العشرة لا ده كمان مش من حسن العشرة يبقى لازم نتوازن لازم يبقى متوازنين المتوازن هو ايه؟ خلاص هو عملت ده نتغاضع عنه يبقى بتقول لي اعمل ايه؟ تغاضع عن ده تغاضع عن ده يعني ايه؟ نعود ونتكلم بان ده ما يتكررش ولو سمحتي انا ما عنديش مشكلة ان انت تعملي بعض الاشياء اللي ليه علاقة بزمتك المالية بس تعالي نتكلم مع بعض عشان انا لو حصل اي حاجة بانا مستعد نفسيا ان انا اتدخل عشان اساعدك واخليني في امانك هو ده التصرف الصحيح مش التصرف الصحيح ان اقول لها انت غلطانة وروح يرجع القرض ومعرفش ايه عشان ما تعمليش كده ما هي هتخسر والبيت هيخسر واترجع عباء سيئة على هذا البيت لكن الاساس هو ماذا ان هي بطل تصرفت وتصرفت في ما تملك خليك دعم ليها ومتوقفش عن ده ده كتير لان مسألة الوقوف عندي ما للمرأة من الرجل اظن بتفسد العلاقة كتير بتسيء للعلاقة ان هي تقول ده فلوسي وانا ما عملتش حاجة فاذا كنت اذا كانت دي فلوسي وانا ما عملتش حاجة فهو ليه واقف كل الوقوف ده ويبتدي بقى الشيطان يقول لها ده طمعان في فلوسك وعايز بلاش الطريقة دي بلاش نعمل كده واذاك شوف التوازن في الاقراء هو هنعمل ايه خلاص ببساطة خالص هي تعتزن ان هي ما خططتش معاك وانت كمان تتغاضى ونرجع تاني متفقين ان ده ما يتكررش مرة تاني يعني ايه اللي ما يتكررش ما يتكررش ان هي تعمل حاجة خاصة بالبيت من غير ما تخططوها مع بعض السؤال التاني بيقول زوجي يطلقني مرتين شافة ونطق لفظ الطلاق دون شهود يقع ولا لأ والله ما عرف يعني ايه والله ما عرف احنا عندنا اي طلاق وساعات الستات ما تفهمنا غلط ان احنا عندنا تحيز ضد الستات في مسألة ابدا والله احنا عندنا الطلاق ده لفظ واللفظ ده اللي بيسنوره الزوج وفي ذلك ايه اللي حاصل بمسألة بسيطة خالص فلذلك لازم نتحقق من الزوج وذلك اللي يحصل فيما يتعلق بالتوثيق هيبقى مهم جدا جدا في مسألة التحقق في مسألة الزوج فلذلك احنا في مسألة الطلاق بنعمل ايه ببساطة خالص خالص الزوج لابد ان نتحقق مما قاله ليه نتحقق مما قاله لان لو ما تحققناش مما قاله هيبقى فيه شخص صدر منه الفعل وبنسأل حد تاني او حد تاني بيكلمنا عن الفعل ده فالطريقة الصحيحة والاسلوب الصحيح ان زوجك يتفضل عشان نتحقق منه عشان نقدر نجاوبه لكن اي اي شيء بدون التحقق من مسألة التطليق ده مش هيكون فيه اي سبيل ان احنا نحكم عليه واقع الطلاقة وما وقعش فيبقى حضرتك لابد يكون زوج حضرتك موجود عشان نتحقق منه فييجي اما يتصل على المئة وسبعة او يتصل عشان نتحقق منه ان شاء الله السؤال اللي بعد كده بيقول زوجتي كانت تجري اشعات للاطمئنان بعد ان من الله سبحانه وتعالى عليها بالشفاء من مرض عضال ونظرت ان جاءت النتائج جيدة ان تزبح عجلا وكانت تنوي ان يكون في مسخة رأسها سؤالي هل يمكن التبرع بثمن العجل الى مؤسسات خيرية ليتولوا عمليات الزبح والاعداد والتوزيع نيابة عنها حسب ايه ايه احنا عندنا قعدة كده في النزر مأخوذة من الوقف احنا عندنا قعدة في الوقف بتقول ايه شرط الواقف كنص الشارع في الالزام كذلك النزر مرهون بما اراده النازر يعني ايه هي قالت ايه قالت ندر علي لو ان النتائج تطلع تطلعت كويسة لا اتبح حجل لو قالت اتبح حجل يبقى لازم تتبح حجل لان هي اللي شرطت على نفسها اصلا لا ما قلت لش على ذلك اصل النزر اصلا في كثير من مداب الفقاء النزر اصلا 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 النزر اصلا بينشأ مكروها يعني ايه يعني وكأن الشرع يقول لك لا تنذر يبقى تصدق بس ما تعملش نزر فلما تعمل النزر بيتحول الى صدقة وايه اللي حاصل وببساطة خالص ان النزر ده اللي تحول الى صدقة بيبقى واجب فعشان انت اللي اوجبت ده على نفسك بالراعي انت قلت ايه فهي لو قالت ندر علي لو ان النتائج تلعت صحيحة ان انا اتبح عجل يبقى لازم تتبح العجل السؤال بقى هل اذا وكلت حد يتبح عنها هيكون تصرف صحيح اه هيكون تصرف صحيح بس لازم يتوكل ولازم هي تتبح الا اذا كانت هي قصدا ان هي تتبح من نفسها فهينا مش هينفع ان انت توزع الفلوس يعني تستبدل العجل بفلوس او تستبدل العجل بلحم لازم يبقى فيه دبح اذا هي شرطت على نفسها ده لكن لو ما شرطتش على نفسها ده وقالت ندر علي لا اوزع لحم لله كده اه لو راح تتديتها لحد ووزع لحم او هي وزعت لحم خلاص لكن لو شرطت ان هي تتبح لازم يبقى فيه دبح لو شرطت ان هي تتبح يبقى لازم يبقى فيه ايه دبح لان هي اللي شرطت على نفسها واللي شرطته على نفسها لازم تعمله السؤال اللي بعد كده بيقول هل صلاة الفجر على الساعة ثامنة صباحا تجوز اه في ناس بيحصل عندهم حاجة غلط ان هو لو ما صلاش الفجر وصح الساعة ثمانية يأجل صلاة الفجر لليوم اللي بعده لما يصحى صلاة الفجر لا هي صحيح صلاة الفجر كده خرجت عن وقتها لكن هو يعمل ايه اه لا يصلي الوقت يصلي الفجر يصلي الفجر يعني ايه صلاةه ستكون صحيحة يعني لو صلى الفجر الساعة ثمانية صلاةه هتكون صحيحة هو يصليها اول ما يصح يعني صلاة الفجر يصليها اول ما يتيقظ وما يكونش هو متعمد ان هو يترك يعني بالنسبة صحه ان هو ما يكونش متعمد ان هو يترك صلاة الفجر لكن اذا هو استيقظ يصلي الفجر اول ما يستيقظ ما يأجلاش بقى لغاية لا يصلي الفجر اول ما يستيقظ ليه لان هو كده بيصلي الفجر بعد وقتها فلازم يصليها في وقتها لازم يصليها صحيح صلاة الفجر أتظل يجوز أنه يصليها إلى وقت صلاة الظهر لكن الوقت وقت الاختيار والوقت اللي يجب يصلي فيه الفجر هو الوقت قبل شروق الشمس طيب خلاص شرقة الشمس وإحنا بينا الساعة 8 خلاص بينا في جزء كبير من الصباح لا يصلي صلاة الفجر أول ما يستيقص يبقى هو يصلي صلاة الفجر أول ما يتيقص ولا يؤجلها ولا يؤخرها ويجوز ساعة صلاة الفجر آه طبعا هيجوز ده بالعكس أول ما يصحى ده واجب عليه أنه هو يصليها أول ما يصحى يعني واجب عليه أنه هو يصليها وما يتأخرهاش بعد كده يعني أول ما يصحى يجب عليه أنه هو يصلي صلاة الفجر أول ما يصحى إذن يا سادة احنا النهاردة تكلمنا عن جليس مهم جدا وخاصة في أوائل السنة عن جليس محاسبة النفس بس لما تكلمنا عليه عن هذا الجليس اللي هو جليس محاسبة النفس تكلمنا عليه وإحنا بنكلم عن محاسبة النفس التي ليست معناها جلد الزات ويجن تكلمنا عن محاسبة النفس التي هي فيها فتح لأبواب الإقبال على الله ربنا أمرك أن أنت تحاسب نفسك وأمرك أن أنت تستبصر في حالك وأمرك أن أنت تنظر في الماضي عشان مش عشان تغرأ فيه وتعتبر أن الماضي علامة على إنك انتضعت لا ده المراد أن تعرف أن الله سبحانه وتعالى أمدك بالمدد وأن من مدك بهذا المدد فيما سبق هو يفتح لك الأبواب فيما سيقبل ولذلك معنى محاسبة النفس أن تفتح كل أبواب الأمل وأن تقوم لتحسن العمل وأعلم أن الله سبحانه وتعالى معك فالباقي معك ما ودعك والله سبحانه وتعالى لا يمنع عطاءه كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك يلا توكل على الله حاسب نفسك وحسن وأقبل على الله وأعلم أن لله سبحانه وتعالى في كل يوم من أيامه نفحات فاستقبل نفحات ربك وتب عما فات وامت الأذى عن طريقه وأقبل على الله سبحانه وتعالى بكل أمل وبحسن عمل يفتح عليك الله سبحانه وتعالى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يا كريم أكرمنا بمددك واجعلنا محل نظرك وارزقنا جمال الخلق وجمّل حياتنا بمددك يا كريم يا رب العالمين يا رب العالمين موطل